بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد واحد معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم الأستاذ معاد القرآوي بداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس الماضي تكلمنا عن تعرف المعادن وذكرنا بأنه يجري الجيولوجيون كثيرا من الاختبارات للتعرف المعادن وتعتمد هذه الاختبارات على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمعادن بعد ذلك تعرفنا على الخواص الفيزيائية للمعادن من خلال خواص بصرية وخواص تماسكية وخواص أخرى في الخواص البصرية تطرقنا إلى اللون والشكل البلوري والبريق والمخدش أما بالنسبة للون ذكرنا بأنه من أهم الخصائص الملاحظة في المعدن ولكنه أقل الخصائص في تعرف المعادن وتطرقنا إلى نوعين من اللون معدن ثابت اللون ومعدن غير ثابت اللون كذلك تعرفنا على البريق وذكرنا بأنها تسمى الكيفية التي يعكس بها المعدن للضوء الصاقط على سطحه بالبريق وذكرنا بأن هناك بريق فيلزي وبريق لا فيلزي بعد ذلك تطرقنا إلى المخدش وذكرنا بأنه هو لون مسحوق المعدن وذكرنا بأنه يكون مخدش المعادن اللافلزية في العادة أبيض اللون أما بالنسبة للشكل البلوري تطرقنا إلى بلورة مكعبة الشكل على سبيل المثال في الهالايت وبلورة سداسية الأوجه في الكوارتيز أما بالنسبة لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أما بالنسبة للخواص الأخرى ذكرنا الكثافة والوزن النوعي وصفات خاصة والنسيج هناك في صفات خاصة الانكسار المزدوج في الكلسايت الشفاف ذكرنا بأنه يحدث عندما يمر شعاع ضوء عبر معدن وينقسم إلى شعاعين أما بالنسبة للبوران أيضا مع الكلسايت وذكرنا بأنه يحدث عندما يتفاعل حمض الهايدروكلوريك مع الكلسايت فتتصاعد الفقاعات محدثة صوتا للفوران المغناطيسية في الماغنتايت ذكرنا بأنها تحدث بين المعادن المحتوية على الحديد أما بالنسبة لتعدد الألوان مثل اللابرودرايت ذكرنا بسببه انكسار الأشعة الضوئية التضوء أو الفلورة في الفلوريت ذكرنا بأنها تحدث عندما تتعرض بعض المعادن للأشعة فوق البنفسجية التي تجعلها تتوهج في الظلب موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة مجموعات المعادن وبعد ذلك سوف نتعرف على المعادن وذلك من الناحية الاقتصادية بسم الله وعلى بركة الله في البداية لدينا الأهداف تتعرف وتتعرف على مجموعات المعادن المختلفة توضح وتوضح مجسم السيليكا الرباعي الأوجه وتناقش وتناقش كيف تستعمل المعادن لدينا هنا مراجعة للمفردات رابطة كيميائية وهي القوة التي تربط ما بين ذرتين إحداهما بالأخرى في المفردات الجديدة أعزائي الطلبة لدينا السيليكا الهرم الرباعي الأوجه الأحجار الكريمة والخام الفكرة الرئيسة تصنف المعادن أعزائي الطلبة اعتمادا على خواصها الكيميائية والفيزيائية في عملية الربط مع الحياة أعزائي الطلبة يصنف كل شيء في العالم إلى مجموعات مختلفة الطعام والحيوانات والنباتات وغيرها تصنف إلى مجموعات وذلك اعتمادا على بعض صفاتها أو خصائصها كذلك المعادن أعزائي الطلبة لا تختلف في ذلك حيث تصنف هي أيضا في مجموعات سؤال للتفكير عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لديك مجموعة من المعادن واضحة في الشكل تصنف المعادن إلى مجموعات وضح ذلك أو وضح ذلك في مجموعات المعادن أعزائي الطلبة لتسهيل دراسة المعادن وفهم خواصها صنفها الجيولوجيون إلى مجموعات لكل مجموعة طبيعة كيميائية محددة وكذلك خصائص مميزة أيضا أعزائي الطلبة لدينا هنا في مجموعات المعادن لدينا مجموعات السيليكات والكربونات والأكاسيد والفوسفات وكذلك لدينا المجموعات الأخرى في السيليكات أعزائي الطلبة يعد الأكسوجين أكثر العناصر انتشارا في القشرة الأرضية يليه بعد ذلك السيليكون تسمى أعزائي الطلبة المعادن المحتوية على الأكسوجين والسيليكون وعنصر آخر أو أكثر فيه الغالب بالسيليكات السيليكات تشكل 96% تقريبا من المعادن الموجودة في القشرة الأرضية ويتبع المعدنان الأكثر شيوعا الفلسبار والكوارتز كما هو واضح معنا في الشكل مجموعة السيليكات وحدة البناء أعزائي الطلبة الأساسية للمعادن السيليكاتية هي سيليكات الهرم الرباعي الأوجه كما هو واضح معنا في الشكل 15-3 الهرم الرباعي الأوجه عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة جسم صلب محاط بأربعة أوجه من مثلثات متساوية الأضلاء على شكل هرم لذا يمكن تسميته هرم السيليكات من المعروف عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن الإلكترونات في مستويات الطاقة الأخيرة في الذرة تسمى إلكترونات التكافؤ ويحدد عدد إلكترونات التكافؤ نوع الروابط الكيميائية التي تشكلها الذرة ولأن لذرة السيليك أربعة إلكترونات تكافؤ فلديها القدرة على الارتباط بأربع ذرات أكسوجين بطرائق متعددة مما يسمح بوجود معادن السيليكة بتراكيب متنوعة وكذلك خصائص مختلفة أيضا أعزائي الطالبة لازلنا في السيليكات حيث تحتوي أهرامات السيليكة على أربع أيونات أكسوجين مرتبطة مع ذرة سيليكون مركزية كما هو واضح معنا وتتحد أهرامات السيليكة بعضها مع بعض على شكل سلاسل وكذلك صفائح وتراكيب معقدة وتصبح هذه التراكيب معادن سيليكاتية في الأرض تنفصل المايكة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إلى صفائح بسهولة لأن قوة التجاذب بين صفائح أهرامات السيليكة وأيونات الألمونيوم والبوتاسيوم ضعيفة يتكون الأسبستوس عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من سلاسل مزدوجة من أهرامات السيليكة وتنتج عن ضعف الروابط بين هذه السلاسل المزدوجة الطبيعية الليفية لمعدن الأسبستوس في الكربونات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هي معادن مكونة من أيونات فلز أو أكثر موجبة الشحنة متحدة مع أيون الكربونات سالبة الشحنة ما الذي يميزها عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة؟ تمتاز بعض معادن الكربونات بتعدد ألوانها والسبب في ذلك أحسنتم وجود شوائب فيها كذلك يتميز الرودو كروزيت بلونه الوردي الواضح معنا في الشكل توجد عزيزي الطالب عزيزتي الطالب معادن الكربونات في الصخور الجيرية والرخام أما المجموعة الأخرى عزيزي الطالب الأكاسيت عزيزتي الطالبة هي مركبات تتألف من أكسوجين وفلز وتعد معادن الهيماتايت والماغنتايت أكاسيد حديد شائعة ومصدر جيد للحديد كذلك بالنسبة لمجموعة الأكاسيت لدينا معدن اليورا ناينيت معدن قيم والسبب في ذلك لأنه يشكل المصدر الرئيس لليورانيوم المستخدم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في عملية إنتاج الطاقة أو إنتاج اليورانيوم أيضا الطاقة النووية أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في مجموعة الفوسفات عبارة عن معادن تحتوي على أيون الفوسفات ضمن تركيبها الكيميائي وتستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة وإنتاج حمض الفسفوريك أما بالنسبة للمجموعات الأخرى عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هناك مجموعات معدنية رئيسة أخرى ومنها الكبريتات والكبريتيدات ولدينا الهاليدات والفوسفات وكذلك العناصر الحرة دعونا أعزائي الطالبة نتعرف على الكبريتيدات ومنها البايرايت الواضح معنا في الشكل مركبات تتألف من الكبريت وعنصر واحد أو أكثر أما بالنسبة للكبريتات مركبات ومنها الأنهايدرايت مركبات لعناصر متحدة مع أيون الكبريتات الهاليدات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ومنها معدن الهاليد من أيونات الكلوريد أو الفلوريد متحدة مع كالسيوم أو صوديوم أو بوتاسيوم العناصر الحرة مكونة من عنصر واحد فقط مثل الفضة أو النحاس تقويم تكويني ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة معدن اليورانيتي نيت عبارة عن معدن قيم يتبع مجموعة الأكاسيد المصدر الرئيس لليورانيوم المستخدم في إنتاج الطاقة النووية أحسنتم بارك الله فيكم الإجابة صحيحة بعد ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف سويا على المعادن ولكن من الناحية الاقتصادية في هذا الجزء عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تستعمل المعادن في صناعة الحواسيب والسيارات وكذلك التلفزيونات والمكاتب والطرق وكذلك البنايات والمجوهرات والدهانات وأدوات الرياضة والأدوية مجموعة المعادن واستعمالاتها الرئيسة الكابريتيدات الكابريت والفوسفات والسيليكات وكذلك الهاليدات والكربونات والأكاسيد والعناصر الحرة الطبيعية في السيليكات تستخدم في نوافذ الأفران والأحجار الكريمة وكذلك صناعة الزجاج وكذلك يضاف لتربة الأصص أما بالنسبة للكابريتيدات تستعمل في صناعة حمض الكابريتيك وكذلك مجوهرات وكذلك خام الرصاص وكذلك في خام الزنك أما بالنسبة للأكاسيد عزيز الطالب عزيزتي الطالبة فخام حديد صبغة حمراء حجر جلخ مجوهرات على سبيل المثال ياقود زفير كذلك مصدر لي اليورانيوم مصدر لي التيتانيوم وكذلك صبغة ويستعاظ به عن الرصاص في الدهانات وكذلك مصدر لي الكروم ووصلات سباكة إضافة للسيارات أما بالنسبة للكابريتات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يستخدم ويستعمل في أعمال المسح وكذلك مثبت لتصلب الأسمنت وكذلك في أعمال المسح الجيولوجية الهالدات لدينا منحط طعام أيضا يستخدم في علف للمواشي وكذلك قاتل للأعشاب وكذلك إعداد للأطعمة وحفظها وكذلك يستعمل أو يستخدم في صناعة الفولات وصناعة أدوات الطهي وكذلك في صناعة الأسمدة بالنسبة للفوسفات يستعمل في صناعة الأسمدة الكربونات صناعة الأسمنت والجير والطباشير ومصدر للكاسم والماغنيسيوم في الميتامينات لدينا هنا أعزائي الطالبة بالنسبة للعناصر الحرة الطبيعية الأصلية تستعمل في العملات المعدنية والمجوهرات وكذلك في الأسلاك الكهربائية وفي عملية التصوير والأدوية والصناعة الكيميائية كذلك أعواد ثقاب والألعاب النارية وأقلام الرصاص وعملية التشحين الخامات يسمى عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة خاماً إذا احتوى المعدن على مواد قيمة يمكن تعدينها بحيث يكون مجدي اقتصادياً لدينا على سبيل المثال خام الهيماتايت يحتوي على عنصر الحديد والمواد المصنوعة في الغرفة أو الصف أما بالنسبة لخام البوكسايت مواد مصنوعة من الألمونيوم ومصدرها خام البوكسايت أما بالنسبة لفلز التيتانيوم يستخرج من معدن الألمونيوم وعلى سبيل المثال مستعمل في الدراجة النارية بعد ذلك أعزائي الطالبة دعونا نتعرف على طريقة الاستكشاف عن المعادن الاقتصادية يتم ذلك عن طريق الاستشعار عن بعد وعملية الاستشعار عن بعد تكون إما من خلال الأقمار الاصطناعية أو من خلال الطائرات التي تحمل معدات خاصة نلاحظ هنا في الشكل لدينا عملية الاستشعار عن بعد وذلك من خلال الأقمار الصناعية لدينا بطريقتين ما تكون من ناحية انعكاس لدرجة حرارة أشعة الشمس لهذه المعادن أو مباشرة من خلال القمر الصناعي أو المصدر ونظام الاستشعار أما النوع الآخر من خلال الطائرات حيث تحمل معدات خاصة في عملية الاستشعار أو عملية المسح يعد من أحدث الاختراعات في عالم التقنية الحديثة ويعين في الكشف عن خبايا الأرض من الفضاء العريض أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يعتمد هذا الأسلوب على قياس انعكاسات الأشعة الكهرومغناطيسية المرتدة من الموارد الطبيعية المدفونة في الأعماق أو المتناثرة على سطح الأرض أو بقياس الإشعاعات التي تطلقها هذه الموارد هناك تعارف عدة لمصطلح الاستشعار عن بعد جميعها تدور حول مفهوم أساسي وهو جمع المعلومات والبيانات من مسافة أي بمعنى عن بعد جيولوجيا عملية الاستشعار عن بعد في عملية الكشف عن النفط وكذلك المياه والمعادن والفلزات والفوالق ومتابعة التشوهات الجيولوجية من الخامات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة المعدنية التي يتم اكتشافها بطريقة الاستشعار عن بعد لدينا النحاس والذهب وخامات الحديد يوجد في مملكتنا الحبيبة الكثير من الخامات الاقتصادية ومن أهمها الذي يستخرج من مناجم مهد الذهب والسخيبرات والحجار لدينا الفضة الزينك النيكل والنحاس والكروم بعد ذلك أعزائي الطالبة دعونا نتعرف بالأحجار الكريمة الأحجار الكريمة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لدينا هنا شكل أوصورة للياقوت وكذلك لدينا للمايكة ما الذي يجعل الياقوت أكثر قيمة من المايكة؟ أحسنتم بارك الله فيكم لندرته وكذلك كونه أكثر جمالا من المايكة الأحجار الكريمة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هي معادن ثمينة ونادرة وجميلة فضلا عن قساوتها ومقاومتها للخج الأحجار الكريمة تسقل وتستعمل في صناعة المجوهرات ويؤدي وجود بعض الشوائب أحيانا في أحد المعادن إلى جعله ذا لون مختلف وأغلى ثمنا من المعدن النقي نفسه على سبيل المثال عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الجمشك حجر كريم من الكوارتز حيث يحتوي على كمية من الحديد الذي يجعل لونه بنفسجيا كما هو واضح معنا في الصورة أيضا بالنسبة للأحجار الكريمة معدن الكورندوم الذي يستعمل في جعل أدوات القطع أكثر حدة أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة معدن الكورندوم يوجد أيضا في شكلين من الأحجار الكريمة هم الياقوت والزفير حيث يحتوي الياقوت على كميات نادرة من عنصر الكروم بينما يحتوي الزفير على مقدار ضئيل من الكوبلت والتيتانيوم تقويم ختامي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ضعي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يليه رقم واحد يحتوي الخام على مادة قيمة تعدينها غير مجد اقتصاديا أحسنتم الإجابة خاطئة والصحيح هو مجد اقتصاديا إذن يحتوي الخام على مادة قيمة تعدينها مجد اقتصاديا رقم اثنين الأحجار الكريمة معادن قيمة لندرتها وجمالها أحسنتم العبارة صحيحة رقم ثلاثة يتم استكشاف المعادن الاقتصادية بطريقة الاستشعار عن بعد أحسنتم بارك الله فيكم الجواب صح هذه العبارة صحيحة الخلاصة في مجموعات المعادن تعرفنا على السيليكات الكربونات الأكاسيد الفوسفات وكذلك المجموعات الأخرى أما بالنسبة في المعادن الاقتصادية تطرقنا إلى مجموعات المعادن واستعمالاتها الرئيسة لدينا السيليكا والكربونات والأكاسيد والفوسفات والهاليدات والكبريتات والعناصر الحر الطبيعية والكبريتات وبعد ذلك تعرفنا على الخامات وعملية استكشاف المعادن الاقتصادية وكذلك تعرفنا على الأحجار الكريمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم